لا أعلم ما السبب وراء هذه المصريف الزائدة جاء رمضان وحضرت معه الأسئلة الدائمة حول الأسباب التي تربك الملف المالي للأسرة وكيف نوازن في تعاملاتنا الاقتصادية في هذا الشهر وهل صحيح أن الأسرة العربية تنفق خلال 30 يوما من شهر رمضان المبارك ميزانية 90 يوما تسعى كل ربة منزل إلى جمع الأشياء والمستلزمات التي تحتاجها خلال هذا الشهر ظن منها أن ذلك سيوفر عليها الكثير من الجهود في الشهر الفضيل لذا هناك العديد من النصائح التي تساعد بتدبير ميزانية شهر رمضان بحسب متخصصين اقتصاديين والذين يرون أنه يجب اتخاذ بعض الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفيرها بأقل تكاليفة ممكنة بداية ينصح الخبراء بالقيام بترتيب المطبخ والثلاجة مع الحرص على تجنب التسوق العشوائي والقيام أيضا بإعداد قائمة بالسلع الأساسية للأطعمة المراد إعدادها على مائدة الفطور حتى لا تضطر الأسرة لشرائها لاحقا بسعر أعلى وترقب عروض المحال التجارية التمونية والاستفادة من تخفضاتها مع الابتعاد عن أي مغريات لعروض ليست أساسية تجميد الخضروات وتحضير العصائر الطازجة أمر يعد أيضا هاما في مسألة توفير المال والجهد في شهر رمضان فشراء كمية من هذه الأشياء بالإضافة لما يحتاجه المنزل من دجاج ولحوم وتتبيلها وتخزينها حسب الكمية يعمل على توفير المال والجهد أثناء الشهر الكريم إضافة لتحضير أشياء طبيعية وأكثر صحية للعائلة في المنزل كالعصائر مثلا أما بما يتعلق بالمشكلة التي تؤرق العائلات بشكل كبير وهي ما يتبقى من طعام اليوم فالنصيحة هنا بجمع الأكل المتبقي وحفظه جيدا في حافظات محكمة الإغلاق في الثلاجة لأنه سيكفي لإفطار يوم في رمضان أخيرا فيما يتعلق بأمر الشراء فيجب تجنب شراء خضروات بكميات كبيرة حتى لا تتلف بكونها لا تخزن أما مسألة الولاء فيجب تحديدها مسبقا مع محاولة الجمع بين أكثر من واحدة إذا كان الأفراد يعرفون بعضهم وعدم المبالغة في عددها ولا في الأصناف التي تعد وتقدم فالقاعدة هنا أن الصائم يأكل أقل من المعتاد وليس العكس مع الاتجاه لصناعة الحرويات البسيطة المنزلية في بعض أيام الشهر الكريم إذن أصدقائي لنغوص أكثر في تفاصيل هذا الموضوع دعمنا نرحب بالدكتور عمر محمد دكتورة إدارة الأعمال ضيفا معنا في الاستوديو أهلا وسهلا فيك معنا أهلا وسهلا فيك أهلا أبل كل شي لابد أن أتعرف معك فعليا على الأمور اللي يجب أخذ بعين الاعتبال حتى نسيطر على ميزانية شهر رمضان بداية يعني أول شي رمضان مراك للجميع ورمضان هو شهر الخير صحيح وهو يعني نوجد هذا الشهر في شريعتنا الإسلامية من شان نحن 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 بالفقار ومن شان نكون هو بالفعل هو شهر التكافل دائما بالاقتصاد الإسلامي بهم كثير أن نحن يتم الحفاظ على الطبقة الوسطى دائما كل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كانت تحض أن نحن دائما أن نكون فيه انفاق من الأغنياء للفقراء بحيث أن هذول الفقراء ينتقلون نوعا ما إلى الطبقة الوسطى ويصير في منهم أغنياء طبيعة هذا الشهر طبعا هو بيصد بهذا المجال بهذا المحور أنه كيف نحن نتكافل مع بعضنا البعض للأسف بسبب كثير من تشوع عاداتنا ومن ضمن عاداتنا حتى الشرائية وحتى بعض القشور اللي نحن نحتم فيها صنع وهي لا تمت لا الإسلام بصلة ولا الحضارة بصلة اللي منسميها نحن خلينا نسميها أمراضنا الاجتماعية صار هذا الشهر فينا صار تكره شهر رمضان صحيح تكره هذا الشهر بسبب الأعباء الاقتصادية ضغط المالي صح ضغط المالي أنه راح يكون هذا الشهر في عنده هو ديون راح يكون هو مضطر يعزم عزايم هو مضطر يشتري لحم زيادة وبالإضافة أنه هذا الشهر فيه بعد عيد فلازم أيضا فيه مصاريف هو أريد في العيد هو لازم يدفعه فبدل ما يكون هو شهر راح يصار نتيجة نحن طبعا سوق فهمنا لهذا الشهر صار سوق بالعكس شهر على ما تحبه الشي الأساسي لما نحن نحكي عن ميزانية شهر رمضان نحن لازم نرجع عن عيد نضبط نحن تفكيرنا طبعا نحن في عنا ثلاث أنواع من الأفراد في أفراد الأغنياء الموسيرين المعندوا مشكلة بالدخل نعم في أفراد اللي أريد هني أصلا الأغنية عندهم تخطيط مالي في أشخاص اللي هني الوسط وأشخاص اللي هني الفخراء كتير نحن بالنسبة للأشخاص الوسط والأشخاص الفخراء كتير بهمنا كثير أنه هني يعني أنا بشكل أساسي لازم أكون حكيم بمقدار الدخل الموجود عندي الانكم الموجود عندي وبالذات نحن نحن نحكي هذا الحكي في ظل جائحة كورونا وكيف أثرت في كتير الأشخاص فقدوا أحمالهم في كتير أشخاص نقصت أرباحهم في كتير أشخاص يعني عندهم مشاكل صفة مادية فنحن لابد أنه نحن ننتبه بحيث أنه أنا بعرف الدخل عندي في عندي مواد أساسية ما فيني أنا أسارفية أي مثلاً أي تخفيض مثلاً المواد الخاصة بالتنظيف المواد الخاصة مثلاً بالفوتية السابتة من ماء من كهرباء من إيجارات سابتة لابد أنه تندفع نت الهاتف أي سابتة مصاريف لو كان في عندي إيجارات مثلاً مصاريف مدارس أو قرطاصية أو غيره الأولادي هذول أنا بيكون عندي أهم سابتين لازم يكون مبلغ هذول على الزيق النقطة الثانية أنا شو بيكون زايد عندي أنا أنا بقعد بفكر أنا كيف أدي أشتغل أو كيف أوزع هذا المصروف عقيم الشهر نعم طيب بالبداية حكيت كلام كتير مهم صراحة تنهي تشويه المفاهيم مثلاً مثل مفهوم الشهر الكريم وماهيته يعني بطبيعة الحال هو اللي عم يعمل أساساً ضغط مادي أنا حاب بتحكي لي حسب تخصصك هل أنت ترى أنه رمضان أساساً مصاريفه تختلف عن الأشهر اللي غيره ولا لا حسب طلاعك وتخصصك أو قديش بيختلف مثلاً هلأ هو بشكل عام بشكل عام نحن كطبيعة إنسانية خلي نسمي لما بكون إنسان جوعان بيفكر بالأكل الزيادة يعني بيفكر بموضوع أنه بدي أكل أكثر بيحب ينوع بأطباقه بيحب أنه يكون في عنده على المائدة أكثر من نوع بهذا الشكل ولكن المشكلة إذا كان فيه فائط إذا كان فيه بالفعل فيه تبزير يعني هاي المشكلة هاي المشكلة الحقيقية فيه ناس لأ بيكونوا بالفعل فيه عندهم حكمة فيه حتى فيه طبخهم فيه تنوعهم منلاحظ أنه صح فيه تنوع صح فيه طبخ فيه فيه أكثر من طبع على المائدة ولكن ما فيه هذا الفائد اللي بيبينكب بآخر النهار اللي بيبينكب بآخر الليل لأنه كل يوم بده طبخة معينة وكل يوم لازم نحن ننتبه أنه هذا الشيء هو ما هو من الإسلام أبدا صحيح هذا الشيء اللي عبصير يعني وللأسف الموجود ما هو أبدا الإسلام لا رسول أمرنا نحن نعمل هيك ولا حتى دين أمرنا نحن نعمل هيك ولا حتى أننا نتدين يعني من أصلا من أكره الأمور في الإسلام وأن أنت تدين لأشياء رفاهية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف بالضبط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونحن لا تمتد يدك كل المدوة لا تقبضها صحيح كل البس تعلها مغلولة يعني بمعنى الآية فالمهم نحن هو لما نحن 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 نقول على موضوع الاقتصاد نحن نهمنا أن المؤمن القوي خير من المؤمن لما نحن عن الاقتصاد إسلامي خير من المؤمن الضعيف فأنا لما يكون فيه عندي مؤمنين عليهم كلهم ديون والله أنا بدي أكون علي ديون بس من شأن أعزيم في ممضان أو من شأن أصور الصورات تبعيتي وللأسف اليوم السوشيال ميديا لعبت دو mushكل يكون سلبي منلاحظ أنه بيصور الموائد تبعيتهم أنه اليوم المائدة الفلانية أو المادة الفلانية فتلاقي أنه صار في ضغط أنه ليش ما أنا أكون مثله ليش ما أنا أصور فللأسف هاي القشور هاي هي انعكست على ديون علينا وانعكست على مشاكل مادية صحيح أننا نواجهها فصار للأسف في عنا هاي المشاكل اللي هي أنا من شان أبين قدام الآخرين بكون تعيس ماديا ولازم أشتغل أكثر من شغلي أو لازم أخذ قرض بفائدة يعني تصور في ناس بيأخذ قرض بفائدة اللي هي ريبة اللي هي يعني تتناقض 180 درجة مع مبدأ الدينة ومع رمضان ومع غير بس من شان أيش من شان أنه والله يبين حاله أو يبين خلال هذا الموضوع طب بمعارة حديثك نوهت على عدة نقاط أنا حابة فصل أكثر صراحة في معايير إعداد خطة ميزانية الشهر الكريم أخبرنا موضوع إعداد خطة ميزانية طبعا في كثير من الخطط حتى موجودة أنا بكل أول شي بنصح أي حدا يعني لرمضان وغير رمضان أنا بحوي دفتر صغير لإن كان ربية البيت مستلمي للمصوف أو إذا كان صاح الزوج هو مستلم المصوف أو إذا كنت أنا كشخص مثلا من يمتزوج والمهم سعي الجدول بسيط هذا الجدول بكتب فيه أنا بكل بساطة شو أول شيء مثلا أنا بأخذ الباب على فرض خمسة ألاف أنا بصرف منهم على سبيل المثال في عندي مثلا إيجار إذا كان عندي إيجار هذا الإيجار سابت فوتين المي والكهر بسجلناه وكلياته بعدين في عننا نحن المواد الأساسية نحن نشترية للبيت كعزائيات في عننا نحن يعني تقريبا نحن من أول خليكون في عننا حوالي 40% خليكون للطعام ومصوف الشهر يتبع على البيت ما يتجاوز لـ 40% بهذا الشكل بالإضافة نحن لازم نعرف أنه نحن في عننا قاعدة دائما بتقول أنه لازم نكون في عننا نحن ادخار كل شهر يعني ادخار بمعنى لابد أنه ندخل أو للناس اللي رواتكم جدا قليلة أقل شيء أنه ما يكون في عننا ديون يعني أنا إذا كان عندي دين لازم أحط خطة أنه أنا ما في مشكلة أنت ما تاكل لحمة نهائيا كل شهر بس المهم موفي دينك صحيح فأنا بحط خطة بروفي هذا الدين أو إذا كان مثلا أنا عندي خطة ولو حتى وفرت 5% من راتبك فهذا ممتاز نعم نحن ما رح نحكي عن 20% لو حتى وفرتنا 5% من الراتب ممتاز بالإضافة أنه هذا الشهر فيه ميزة شهر رمضان أنه الفقير والغني دي يدفع صدقة صحيح تمام اللي هي صدقة الفطر اللي هي لازم تطلع مهما كان حتى لو كان معدم لازم يدفعها فهذا الشي يعني لازم نحن ننتبه أنه يكون صدقاتنا موجودة ضمن ميزانيتنا الموجودة عنها زائد نحن ننتبه ما أنه مثلا نشتري يعني نقع بفخ في كتير مثلا مراكز التسوق عروض عروض مثلا عروض الموجودة أيضا لما أنا بنزل بشتري على مول أخذ قائمة معي ما أروح المول وأروح أنا بدي أشتري من المول تمام فلما ما بكون في عندي شيء مسجل بلاحظ أنه أخذت كتير من الأشياء اللي ما لزبتني في رمضان صحيح بلاحظ أنه بعد مضان بقت هالمواد المعلبات اللي أنا اشتريتها ما أكلتها في رمضان ولا استهلاكتها في رمضان وفي كتير من أسعار كان مبالغ فيها في كتير ما كانت عروض فنحن لازم ننتبه ونكون أسكياء لأنه بصراحة جماعة التسويق ما بتركونا أنه نحن بيحان عبساووا كتير عبشتغلوا علينا بحيث أنه نحن نشتري وننتبه حتى الشراء عن طريق النات حتى كل هاي الموضي هاي لازم نحن ننتبه علي بحيث أنه نكون أكثر أقلانيين لأنه نحن راتبنا ثابت بينما الجماعة التسويق عندهم كل حيال بحيث أنه أنت تدفع أكتر نعم طيب فكرة عدم ذهاب إلى تسويق وأنت جاء هاي دائما بيحكو فيها عوالماء النفس لكن في رمضان طبعا أنت بتروح أنت وصائم فمثل ما حكيتم كان القائمة بتساعد بهذا الخصوص وما بعرف قديش بتساعد قصة تأسيم المستلزمات وحاجيات مثلا كل أسبوع نشتري مثلا حاجيات معينة كيف تنصح بهذا الخصوص هذا الموضوع ممكن هذا الموضوع حسب المادة مثلا مادة لبز ولا البرغل هاي المواد هاي ممكن نشتريها كل شهر جاتنا الشهرية كاملة نشتريها دفع وحدة ونستفيد من مثلا عرض الكمية أو حتى ممكن نشترك أنا وصديقي وعيلي ناخد كيس كبير ونقسم بالعكس هذا يعني جيد ولكن أنه أنا حكيت أنه نحن نشتري ضمن قائمة ما نشتري أنه أنزل أنا مثلا على سبيل المثال نزل أجيب أنا مثلا أقل لك أنا مثلا نحن نزلين عن المول كم مثلا نشتري نشتري مثلا خمس أشياء لما منرجع يكون معنا عشرين هاي كارسي نحن نزلين مثلا نشتري القائمة هي تبعيتنا لازم نلتزم فيها كل ما عودنا حالنا على هذا النظام كل ما لقينا حالنا صنعنا ناجحين في التخطيط المالي وفي الشراء وفي الميزانية كل ما لاحظنا أنه كل شيء نحن نكتبه عا بتحقق صح فهذا الشيء هو هو المية بالمية اللي بقودنا للنجاح المالي اللي بقودك لأيصير في عندك توفير اللي بقودك لتشتري نحن ما عم نقول أنه بخل نحن ما عم نقول أنه أنت ما تاكل لحمة نحن ما عم نقول أنه نحن ما ناكل نحن عم نقول أنه يكون كل شيء أنا بتمنى أحسن أوصل له مية بالمية ضمن معاهي وشهور ما يكون في عندي لا فائد وننتبه أنه كل دائما يعني جماعة خلينا نسمي الاقتصاد الإسلامي نحن من قول أنه هذا الشهر هو شهر دفع الزكاة صحيح أنا لو كان عندي أموال لو كان عندي ذهب لو بلغني صاب لو كان عندي أي شيء فأنا لازم بشهر رمضان هو أفضل الشهور حتى تحسب زكاتك أنت وتطالع هذه الزكاة وتدفعها نعم فنحن شهر رمضان ما نوجد أنه بس فقط للأكل وأنه نحن مولات ونضيع وقتنا بس في المولات والمسلسلات وهالموضيع لا شهر رمضان خلانا نحن نعيد رتب تفكيرنا كل السنة المالية نحن نفكر نعود من خططها من شهر رمضان حلو تمام أنه نحن ساوي سواء أنا أبدأ ساوي بمشاريع سواء أبدأ ساوي أو نفس الشي أنا قلت على ساوي أنا عندي زكاة أموال بتفعها هلأ عندي زكاة دهب بتفعها هلأ لأنه حاليا الفقراء هن بصراحة لحقهم يأكلوا أكل مثلا ينوعوا بسفرهم هن هذول الناس الفقراء حقهم يفرحوا بهذا الشهر عن طريق نحن اللي بنوزع لهم اللي هو حقهم الزكاة هو حق للفقير في مان الغني فهذا الحق لما أنت بتعطيه هو خليكون فيه عنده تنوع هو خليكون فيه عنده فائد هو خليكون عنده لحمة هو خليكون عنده يأكل اللي بيشتهي فهون هذا الشهر هاي هي الآلية في التفكير فيه فأنا لما بقول ميزانية رمضان ميزانية رمضان نحن مثل ميزانية أي شهر أصلا نحن كل أشهر عنا ميزانية صحيح ولكن ميزانية رمضان في حصة للفقراء أكثر جميل في حصة أكثر أنا مثلا بالأشهر الثانية رجب ولا غير ولا كذا نحن ما نكون في الميزانية حطين حصة للفقراء بينما هذا الشهر فيه عندنا نحن بالإضافة حطينا 40% أكل حطينا الآجار حطينا كذا تحط في بالك أنه مثلا قديش أنت بقى دخلك هل أنت عند الزكاة ولا ما عندك هل أنت مثلا وضعك وسط ولا فقية لا بد أن يكون في حصة للتوزيع بهذا الشهر الكريم جميل جدا يعني على حسب حكك صرت بدي سمي الشهر شهر الإدخار فينا نسميه هيك ممكن يكون فيه إدخار بهذا الشهر هذا الشهر ممكن يكون فيه إدخار طبعا مثله مثل باقي الأشهر يعني بتحقق مرابح جدا عالية فيه وبالإضافة هو شهر أيضا للأنفاق وجودك معنا معلومات قيمة مهمة صراحة وحتى بتصحح المفهوم يعني مهم جدا فيما يخص الشهر الكريم شكرا لإلك كل وجودك معنا دكتور عمر المحمد دكتورة في إدارة الأعمان شكرا أهلا وسهلا